أقدم عمال الوكالة الولائية للقرض المصغر بولاية البويرة على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية رفعوا من خلالها جملة من المطالب المتعلقة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والعملية نحن عمال الوكالة الوطنية السرق المصغر لمديرية الوكالة البويرة اليوم ورنا في وقفة احتجاجية سلمية خارج نطاق أوقات العمل نحتجوا على المخلفة المالية التي تترتب منذ سنة 2010 إلى يومنا هذا لم نتقاضها فيه منح في الاتفاقية الجماعية على سنة 2012 لم تطبق إلى يومنا هذا بما يعني أن الاتفاقية الجماعية على سنة 2012 طبق منها لصالها إطارة الوكالة من 2010 طالب سواء المنح المنوح من الوكالة وكذلك المقر اللي رقم تشوفوا فيه درانا فيه يعني عندنا العديد من المطالب عمال الوكالة أكدوا لنا أن السلطات المعنية حرمتهم من منح المردودية لسنة 2010 وإلى غاية 2014 ومن منحة التحفيز أيضا ومنحة العمل خلال الفترات الليلية والتنوب وكذا منحة الجرد نجتمع اليوم من أجل وقفة احتجاجية سلمية وذلك للمطالبة بحقوقنا التي مهضومة منذ 2010 والتي تتمثل في المنحة التحفيزية والاتفاقية التي لم يصادق عليها من طرف المدير العام منذ 2012 في كل مرة تجتمع لجنة المشاركة مع المدير العام يعطينا وعود يعطينا تواريخ بشين تقاضوا هذا المنح ولكن بدون أي رد ما يخفى لكم شحنا رانا في نهاية سنة 2015 معناتها خمس سنوات لحد الآن ما زال ما كاش حد جديد نطالبوا بأنه لو أنه يكون مراسلها من طرف المديرية العامة بش على الأقل توضيح لماذا تأخر ما كاش ملقينا حتى توضيح من طرف المديرية العامة اليومنا هذا كل حاجة غنظة ما زال ما على بنام حتى حاجة حابين نفهمه ورنا رايحين احنا نقدف الوجه بتاعنا على أكمال وجه يوميا هذا وقد طالب عمال الوكالة الولائية للقرض المسغر بمراجعة الاتفاقية الجماعية لسنة 2012 وتوفير مقر لائق للوكالة وتحسين ظروف عملهم خدمة للصالح العام